لو انت عايزة تنزلي في الوزن ومش هارف ايه هي اهم الفواكه اللي ممكن تكون اقل من 100 سعر حراري تعالي اقولك في الفيديو ده لو اول مرة تابعيني فانا دكتور اي صلاح اخصائي التغذية لما بنبدأ نعمل ضايت بنبدأ ان احنا نختار انواع من الاغذية تكون عالية في القيمة الغذائية وكمان قليلة في السعرات الحرارية ومن ضمن الانواع اللي بنضيفها هي الفواكه وطبعا الحصص بتاعتها ممكن تتراوح من 2 ل 3 حصص في اليوم بس ما بنقباش عارفين ايه هي انواع الفواكه اللي سعراتها بتبقى قليلة وفي نفس الوقت ان هي تعالي المود بتاعنا وكمان تحافظ عن نظام الغذاء اهم حاجة ان انت تتناولي الفواكه زي ما هي يعني ما تاخدهاش بصورة عصير عشان تستفيد بالالياف اللي موجودة فيها وكمان الفيتامينات والاملاح المعدنة وعشان كده في الفيديو ده هبدأ اقولك على انواع من الفواكه الميت جرام منها بتحتوى على اقل من 100 سعر حراري واول نوع من الفواكه هي البطيخ الميت جرام فيها 28 سعر حراري اما الشمام فبيحتوى على 29 سعر حراري اما تالت فاكه عندنا وهي الفراولة بتحتوى على 38 كيلو كالوري بالنسبة للحمضيات فالجريفروت بيحتوى على 44 كيلو كالوري وكمان اليوسفي بيحتوى على 46 كيلو كالوري اما الخوخ ففيه 49 كيلو كالوري وطبعا البرتوكال بيحتوى على 52 كيلو كالوري اما بقى اشهر فاكهتين بيحتوى على نفس السعرات هو التفاح والمشمش فيهم 61 كيلو كالوري اما اخر فاكه هي كوميسرا وفيها 63 كيلو كالوري لو عايزين تعرفوا باقي السعرات اللي موجودة في الاغذية ما تنسوش تكتبولي في الكوميك وشوفكم الفيديو جاي